اسمح لي نحن مضطرون للتوجه لمتابعة كلمة المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن في إحاطته هذه أولا عن اليمن يتطلب تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن أن تتوقف ميليشيا الحوثي عن أنشطتها الإرهابية وأجندتها التدميرية إذ أن سجل انتهاكاتها ضد الشعب اليمني يحتوي على سلسلة طويلة من عمليات القمع والترهيب والقتل والإخفاء القصري وذلك بالإضافة إلى تجنيد الأطفال ومحاولة غرس الأفكار المتطرفة والعنف والإساءة ضد النساء ومع الرفض الحوثي المتكرر لمقترحات استعادة الهدنة يتوجب على مجلس الأمن اتخاذ موقف أكثر صرامة لثنية الحوثيين عن تصعيدهم العسكري الذي ندينه وبشدة وليجبارهم على التعاطي بجدية مع المبادرات الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب ويشمل ذلك اعتماد المجلس تدابير لضمان تنفيذ الحظر على توريد الأسلحة لميليشيا الحوثية الإرهابية ونجدد هنا الإعراب عن قلقنا البالغ أزاء استمرار الانتهاكات لحظر الأسلحة والتي تشكل تهديداً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين حيث شهدنا مؤخراً عدداً من عمليات الضبط لشحنات أسلحة وذخائر ومواد متفجرة كانت في طريقها إلى الحوثيين وتشمل على مكونات تستخدم في الصواريخ والطائرات المسيرة لشن هجمات عابرة للحدود ونؤكد مجدداً بأن أي اعتداء من قبل هذه الجماعة على الدول المجاورة سيقابله رد حازم من قبل التحالف العربي وعلى الصعيد الإنساني نؤكد على أهمية الحفاظ على التهدئة والبناء على التقدم الذي تم تحقيقه خلال فترة الهدنة كما يجب وقف الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد المصالح الاقتصادية اليمنية ورفع كافة القيود والعوائق التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني وخاص النساء وبدورنا ستستمر دولة الإمارات في أعمالها الإنسانية التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد اليمني وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية في مختلف محافظات اليمن وفي الختام ومع حلول عام جديد يحودنا الأمل أن يكون 2023 عاما يمهد الطريق نحو تحقيق السلام في اليمن واستعادة عافيته الاقتصادية لكي يتمكن الشعب اليمني الشقيق من تركيز طاقته وقدرته نحو التنمية المستدامة وضمان مستقبل ظاهر للأجيال القادمة وشكرا سيد الرئيس